السلام لبنات ومرحبا بكم معي في قناة عالم المرأة مع سوسو اليوم بإذن الله فيديو جديد سنحضر وصفة جديدة وسهلة وبسيطة سنلبي الطلب بعض الأخوات اللي كانوا شحال مرة هما يطلبوا مني هاد الوصفة هاد الوصفة هي الشكلات ديال الدهن اللي كان دهنه في الخبز كي يزوين بزاف ونضيفه المكونات اللي غتغنيه وتخليه يجي صحي كتر ونقدموه هكا الوليداتنا وحنا مرتاحين ونعرف المكونات باش مصايبينو وده بعد دخول مدراسي كي يكون طالب بزاف على هاد الوصفة هاد باما ان الوليدات عزيزة عليهم الشكلات تحنا الكبار عزيزة علينا ماشي غي صغار كين وصفت كتير انا غدي نشارك معاكم هاد الوصفة اللي كانستعمل دي ما وكا جيزوين بزاف وكنضيف لها بعد مكونات باش كا جيغانية ومغدية كتر وصحية كتر هذا هو المورد دينا اننا نصايبوا اشياء بساتة وتكون صحية باش نصايبوا هاد الشكلات ديال الدهن اللي غنستعملوا اليوم غادي نحتاجوا كمية من الشوفان انا اخذت هنا يا الشوفان وحمرته وطحنته غنستعمل نص كاس تقريبا الكمية كتبقى عنا ميزانا انا استعملت هنا يا نص كاس ديال الشوفان كان اخذوا الرقائق تشوفان وكنديروهم في المقلة كيتحمروا ومن بعد كان نطحنوهم اللي بغي يطحنهم مزيان انا خليتهم شوية هكا باقي نشد راسهم باش تجي ديال القرماشة غا نحتاج كاس ديال اللوز محمر بقشورو جوج معلق الكبار ديال كاكاو نصف كيلو ديال الشكلات الاسود او الشكلات العادي ماشي ضروري وجوج معلق عفوان وجوج كيسن ديال الحليب ممكن نضيفه كدلك البيسكوين نطحنو حتى هو كيجي يزويون بزاف وكيعطيه واحد الماداق خصوصا داك بسكوين ديال هينريس قديم را كيعطفيه واحد للدازوي ونممكن استعمله جوج ديال الباكيات كي نقولو حنا يا انطحنوهم ونضيفوهم حتى هم لهات الشكلات هذا را كيجي ماداق ديالهم غزال كما اننا ممكن نعودوش اللوز عفوان نعودوه بالنوازيت را كيعطيه واحد الماداق او البندق يجعطيه واحد الماداق زويون بزاف وكيجي تماما بحال ماداق ديال نيوتيلة انا خليص هناك اصرونة درت فيها شكلات نص كيلو درس فيها جوج كيسان ديال الحليب وغاديندير فيها جوج مع الكيسان عفوان ديال الحليب غاديندير جوج جوج مع القكبار ديال كاكاو كيسان هنديرو بعبار العنبه جوج كيسان بعبار العنبه سوفي غاديردهم على نار مهيله حتى يدوبوا المكوينة ديال الشكلات نضيف لهم كيقلكم نص كاس ديال الشوفان اللي حمرته وطحنته وكان عاود نأكد ان انا في هذا الوقت ما كنتش عاديمت تغفر البيسكويت فاش كان نضيف لها ذاك البيسكويت را كيجي فيها واحد الماداق رائع غدافوه لها من الاحسن وصافي كيقلكم غادي نضيف هنا نضيفت نص كاس ديال الشوفان دي ما بعبار العنبه درتوا رقائق تشوفان درتهم يتحمروا ممكن استغناء عليهم ممكن يكتفقوا بالبيسكويت كيقلكم حمرتهم وطحنتهم معافوان في الخلاط الكهربائي وصافي نبعد ضفتهم الخالط على هذا الشكل وعادي نأخذ اللوز انا استعملت هنا كاس دلوز محمر بقشورو غي في الفراح او لا في المقلة ومطحون انتوما ممكن تستعملوا الكمية اللي بغيتو الكمية اللي متوفرة عندكم ممكن تستعملوا اي نوع المكسارات غي باش كنزيدو نغني وهات الشكلات كتر وباش كيجي صحي كتر وفيه فيتامينات كتر وصافي ويقول لكم البيسكويت لدفتولو راك يزيد يعطي هاتشكلات واحد الماداق رائع خصوصا البيسكويت هينريس ولا هيرنيس مهم را معروف وثامن ديالورخيص نضيف واحد جوج ديال البوطات ديال هكا ونخنيشات ونشاصيات ونتحنوه ونضيفه احتهو لهات المكونات راك يزيد يعطيها واحد الماداق زوين بزاف وكيزيد يغنيها كتر بالفيتامين سوف ناخد قريعة الزج انا هنا ديجرى عندي قريعة نيوتيلة استعملتها كنكبو الشكلات هو باقة سخون وصافي من بعد كنخليوه يبرد دروري ما خليوه يبرد حتى يقصح مزيان باش هكا يعقد وكيش دراسوه انتوما كتشوفو كيجي في واحد المعزوي وكيجي في هذه القرمشة ديال المكسارات انتوما بغيتو مجيش فيهم القرمشة ممكن انكو تدعقوهم مزيان باش هكا يجيو ملسين وليس ويجيو روطب هذا هو الشكلات بعد ما درناها في القراءة كيكتشوفو ركيجي زوين هنا باقة ما خليته شي برد غي كنوريكم في شكل دياله كيجي ركيجي تماما بحال الشكلات اللي كان قتاني والدهن غي هذا افضل واحسن ودرناه مكوينة طبيعية وكنعرف الحواج اللي فيه هو خالم اي مواد حافظة كيبقى طبيعي هذا هو الشكل دياله كيكتشوفو كيجيو بيني في ذاك الحبيبة دياللوز بها الطريقة هذي وصفي غادي نخليه يبرد وغادي نطلقو باش نشوفو شكل دياله انا هنه باقة ما خليته شي برد مزيان مهم ما عنديش الوقت بغت نوريكم شكل دياله كيكي يجير كي يبرد كي يعقاد ودوك الحبيبات ديال المكسارات كيعطاه واحد القرمشة زوينة انتم ما لما كنتوش بغيين تديرو في هاد الحبيبات تدعقوه مزيان او لا تطحنه مزيان حتى ذاك اللوز يبقى يطلق الزيت دياله ممكن يقول لكم نعوده بأي نوع من المكسارات ولا يدرنا له نوازيت او لالبندق سيكون احسن ويعطيهما ضق ألده ارواح وهذا هو الفيديو دياليوم خفيف دريف كانت مني يكون الاعجاب ديالكم وكيكا نقول ديما لأول مرة كيشاهد القناة وباقي ما اشترك اشترك معي في القناة ودعموني بلا جيم وبرتاجوا مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي كامل والى فيديو مقبل ان شاء الله وشكرا وانتمنى انكم كنت خفيفة دريفة على قلوبكم وشكرا